هذا وقد أكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة حرسة مملكة البحرين على مواصلة جهود التعاون وتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة بما يعزز ويدعم العمل الاقتصادي الخليجي لسيما في القطاع الصناعي كما نوها سعادة الوزير بتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التعاون في هذا المجال ووضعه ضمن أولويات العمل المشتركة للفترة المقبلة جاء ذلك خلال ترأسه وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماع لجنة التعاون الصناعي الثالثة والخمسين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الدوحة جاء خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها أن تسهم بارتقاء القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون